اللهم لك الحمد أنت قلت وقولك الحق المبين قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا ونشهد أن لا إله إلا الله المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا المتفرد بتصريف الأمور على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا المتعالي بعظمته ومجده الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ونشهد أن نبينا وسيدنا محمدا عبد الله ورسوله أرسله إلى جميع الثقلين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا من الشاهدين ولما أوجب وألزم غير جاعدين والحمد لله رب العالمين وصلوات الله وسلامه على خاتم النبيين وسيد الأولين والآخرين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الغر الميامين وزوجاته الطاهرات أمهات المؤمنين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لك الحمد كما هديتنا للإسلام وعلمتنا الحكمة والقرآن لك الحمد على آلائك العظيمة ونعمك الجسيمة حيث أنزلت إلينا خير كتبك وأرسلت إلينا أفضل رسلك وشرعت لنا أفضل شرائع دينك وجعلتنا من خير أمة أخرجت للناس وهديتنا لمعالم دينك الذي ليس به التباس ولك الحمد على ما يسرت من صيام شهر رمضان وقيامه وتلاوة كتابك العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماضم فينا حكمك عدل فينا قضاءك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استذرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسابقنا ودليلنا إليك وإلى ردوانك وإلى جناتك جنات النعيم اللهم ذكرنا منهما نسينا وعلمنا منهما جهلنا وارزقنا تلاوته آماء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم اجعلنا من من يحل حلاله ويحرم حرامه ويؤمن بمتشابهه ويعمل بمحكمه ويتلوه حق تلاوته اللهم اجعلنا من من يقيم حروفه وحدوده ولا تجعلنا من من يقيم حروفه ويضيع حدوده اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا ذا الجلال والإكرام اللهم اجعلنا من من يقرأ القرآن فيرقى ولا تجعلنا من من يقرأ القرآن فيشقى يا أرحم الراحمين اللهم اجعل القرآن لقلوبنا ضيا ولأبصالنا جلا ولأسقامنا دوا ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا اللهم أذبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل وزدنا به من النعم وادفع عنا به النقم واجعلنا به عند الجزاء من الفائزين وعند النعماء من الشاكرين وعند البلاء من الصابرين ولا تجعلنا من من استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين فأصبح من النادمين وفي الآخرة من الخاسرين اللهم افعنا ورفعنا بالقرآن العظيم الذي رفعت مكانه وأيت سلطانه وبينت برهانه وقلت يا أعز من قائل سبحانه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه أحسن كتبك نظاما وأفصحها كلاما وأبينها حلالا وحراما محكم البيان ظاهر البرهان محروس من الزيادة والنقصان فيه وعد ووعيد وتخويف وتهديد لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خالفه تنزيل من حكيم حميد اللهم أوجب لنا به الشرف المزيد وألحقنا بكل بر سعيد ووفقنا للعمل الصالح الرشيد اللهم اجعلنا بتلاوة كتابك منتفعين ولأوامره ونواهيه خاضعين وعند ختمه من الفائزين وعند ختمه من الفائزين وعند ختمه من الفائزين ولذوابه حائزين ولك في جميع شهورنا ذاكرين ولك في جميع أمورنا راجين اللهم انقلنا بالقرآن العظيم من الشطاء إلى السعادة ومن الذل إلى العز ومن الفقر إلى الغناء ومن الإساءة إلى الإحسان ومن الضعف إلى القوة ومن أنواع الشرور كلها إلى أنواع الخيور كلها يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام اللهم صل على نبينا محمد ولا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرّجته ولا كربا إلا نفسته ولا ديما إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعمتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم واهدهم سبل السلام وجنّبهم الفواهش والفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم اجعلهم شاكرين لنعمك مثنين بها عليك قابليها وأتمّا عليهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لجميع موت المسلمين الذين شهدوا لك بالوحذانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واصلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم انقلهم جميعا من ضيق اللحود ومراتع الدود إلى جناتك جنات الخلود في سدر مخضود وطلح ممضود وغل ممدود يا غفور يا ودود اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا يا أرحم الراحمين يا حسن التجاوز يا عظيم المن يا كريم الصف يا من لا يؤاخذ بالجريرة يا من أظهر الحسن يا من ستر القبيح نسألك اللهم أن تعتق رطابنا من النار اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين نشفع المحسنين منها في المسين إلهنا 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 قد حضرنا ختم كتابك وأنخنا مطايانا بغابك فلا تطردنا عن جنابك فلا تطردنا عن جنابك فإن تردتنا فإنه لا حول غمى ولا قوة إلا بك لا إله إلا الله عدد ما مشى فوق السماوات والأرضين ودرج والحمد لله الذي بيده مفاتيح الفرج يا فرجنا يا فرجنا يا فرجنا إلى أغلقة الأبواب ويا رجانا إلى انقطعت الأسماء وحين بيننا وبين الأهل والأصحاب اللهم يا سامع كل نجوى ويا عالم كل شكوى ويا دافع كل بلوى نسألك اللهم أم تصلح أحوال المسلمين في كل مكان اللهم هيئ لهم من أمرهم رشدا اللهم احقن دماءهم اللهم احقن دماءهم اللهم احقن دماءهم اللهم اشف مريضهم اللهم اشفي مريضهم اللهم عافب ابتلاهم اللهم ارحم موتاهم اللهم ارفع الظلم عن المسلمين اللهم ارفع الظلم عن المسلمين في كل مكان اللهم انصر إخواننا في فلسطين اللهم انصر إخواننا في فلسطين على اليهود الغاصبين والصائلة المحتلين اللهم اجعل المسجد الأقصى عزيزاً شامخاً إلى يوم الدين اللهم اجعله شامخاً عزيزاً إلى يوم الدين اللهم لا تمكن لأعدائك فيه يا للجلال والإكرام اللهم ارزقنا فيه صلاةً قبل الممات اللهم كل إخواننا في سوريا اللهم كل إخواننا في بلاد الشام اللهم إلا هم حفات فاحملهم وجهاء فأطعمهم وعرات فاكسهم ومظلومون فانصرهم مظلومون فانصرهم يا ناصر المظلومين يا ناصر المظلومين ويا منجي المؤمنين ويا أبجيب دعوة المضطرين إلى من تكلهم إلى عدو إلى بعيد يتجهمهم أم إلى عدو ملكته أمرهم إن لم يكن لك غضب علينا فلا نبالي غير أن عافيتك هي أوسع لنا نعود بنور وجهك الذي أشرطت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن يحل بنا غضبك أو ينزل علي سخطك لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا به اللهم عليك بالطغاة الظالمين اللهم عليك بالطغاة الظالمين اللهم عليك بالطغاة الظالمين اللهم شتِّد شملهم وفرِّق جمعهم واجعلهم عبرةً للمعتبرين إلى هنا سفك الدماء إلى هنا سفك الدماء ولم يرحموا الصغير والكبير والضعيف والشيوخ والنساء اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك اللهم لا ترفع لهم في الأرض راية واجعلهم لغيرهم عبرةً وآية اللهم اجعل أمرهم في سفال وكيدهم في ضلال وأمرهم في وبال يا قوي يا عزيز يا جبار يا منتقم اللهم كل إخواننا في بورما وفي كل مكان يا أرحم الراحمين إلهنا قل الخوف إلا منك وخابت الظنون إلا فيك وخابت الظنون إلا فيك وضعف الاعتماد إلا عليك اللهم لا تكرنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد سواك ورحمنا رحمةً من عندك تغنينا عن رحمة من سواك اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذلنا الشرك والمشركين ودم الأعداء الدين واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً وسائر بلاد المسلمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح ووفق إمتنا وولاة أمورنا وأيد بالحق إمامنا خادم الحرمين الشريفين اللهم وفقه لما تحب وترضى وخذ بناصيته للبر والتقوى وهيئ له البطانة الصالحة اللهم وفقه وولي عهده وإخوانه وأعوانه إلى ما فيه صلاح البلاد والعباد اللهم اجزه خيراً على ما قدم للإسلام والمسلمين وعلى ما قام به من جمع كلمة المسلمين ونصرة قضاياهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم أدم على هذه البلاد خدمة الحرمين الشريفين اللهم اجعل ذلك في موازين أعمالهم اللهم احفظ على هذه البلاد عقيدتها وقيادتها وأمنها واستقرارها واستقرارها ورخاءها ووحدتها يا ذا الجلال والإكرام اللهم اغفر وارحم لموحد هذه البلاد اللهم اغفر لأولاتنا ولأمرائنا ولعلمائنا وأقاربنا الذين سبقونا إلى الدار الآخرة اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتننا بعدهم اغفر لنا ولهم اللهم أصلح شباب المسلمين اللهم اصلح شباب المسلمين اللهم اجعلهم لبلادهم قرة ولأسرهم مسرة يا حي يا قيوم اللهم اصلح نساء المسلمين اللهم اجعلهم بالحجاب والعفاف والحياة يا رب العالمين اللهم اعذهم من التبرج والسهور يا حي يا ودود يا غفور اللهم اصلح وسائل الإعلام ومناهج التعليم في كل بلاد الإسلام وولي عليها الأكفاء يا حي يا قيوم اللهم اوفق إخواننا العاملين في خدمة الحرمين الشريفين اللهم ضاعف مثوبتهم واجزهم خير الجزاء يا حي يا قيوم اللهم اوفق إخواننا المحتسبين الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر اللهم اوفقهم وأعنهم وسددهم يا ذا الجلال والإكرام اللهم اوفق رجال أمننا اللهم اجزهم خيرا على ما قدموا لحفظ أمن البلاد والعباد يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل إلهنا ليس في الوجود رب سواك فيدعى وليس في الكون إله غيرك فيرجى هؤلاء عبادك هؤلاء عبادك اجتمعوا في رحاب بيتك العتيق وفي هذه الليلة المباركة اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل متقبل مضرور اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما واجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة واطنا عذاب النار اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا اللهم أصلح أحوال المسلمين اللهم وفق قادتهم لتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم اللهم لك الحمد ولك الشكر على ما أنجحت اجتماعهم في رحاب بيتك العتيق اللهم فزدهم من الخير والتوفيق ووفقهم لتأليف قلوبهم ووحدة صفوفهم واجتماع كلمتهم وتضامنهم والنصر على أعدائهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم ارزقهم القوة في الحق والعدل يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم ارفع عن المسلمين الجهل والأمراض والفقر يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام ووفقهم للصالحات اللهم اختم لنا بخير واجعل عواقب أمورنا إلى خير وأعد علينا رمضان أعواناً عديدة وأزمنة مديدة ونحن في خير وصحة وحياة سعيدة اللهم اختم لنا شهر رمضان بهضوانك والعتق من نيرانك والعتق من نيرانك والعتق من نيرانك واجعل مآلنا إلى جناتك نحن ووالدينا وأزواجنا وإخواننا وأقالبنا وولاتنا وعلمائنا وقضاتنا ومن أحبنا فيك ومن أحببناه فيك اللهم اجعلنا فيه اللهم اجمعنا في دار كرامتك إخواناً على سرهم متقابلين لا يمسنا فيها نصب ولسنا منها بمخرجين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام ربنا لا تآخرنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصراً كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به وعفو عنا وعفو عنا وعفو عنا واغفر لنا واغفر لنا وارحمنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان اللهم إنك قلت وقولك الحق دعوني أستجب لكم وقلت وقولك الحق وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان اللهم اجعلنا ممن دعاك فأجبته وتوكل عليك فكفيته واستهداك فهديته واستنصرك فنصرته يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغث قلوبنا بالإيمان واليقين وبلادنا بالخيرات والأمطار والغيث العمين ربنا تقبل لنا صيامنا وقيامنا ودعاءنا وصالح أعمالنا اللهم لا تردنا خائبين اللهم لا تردنا خائبين اللهم لا تردنا خائبين ولا عن بابك مطرودين ولا من رحمتك محرومين برحمتك يا أرحم الراحمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد ما ذكره الذاكرون الأبرار اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه ما تعاقب الليل والنهار وصلِّ عليه وعلى المهاجرين والأنصار والتابعين ومن تبعهم بإحسان والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات